الامتياز الاحترافية والقيم هو شعار المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة التي تعمل على تكوين مهندسي الدولة في التسير الحضري الذي من شأنه إيجاد حلول مختلفة لعدة مشاكل تعاني منها البلديات هي مدرسة الوحيدة على المساوى الوطني والأفريقي لتكوين هذا التخصصي ومحورين المحور الأول وهو المحور التسير التقني والحضري والمحور الثاني وهو المحور البيئة والنقوة العمومية والصحة في هذا المجال نقوم بتكوين مهندسين دولة في التسير الحضري ومفاتيشين رئيسيين في المجال الثاني هندسة المدينة ورغم قلة المعرفة بهذا التخصص إلا أن طلاب المدرسة أعجبوا بهندسة المدينة لما فيها من فعليتين لخدمة البلاد والمواطن الحمد لله أن هذه المدرسة فتحتنا الأبواب للتكوين المهاني لكن نواجه مستقبلا العالم المهاني ونكون معنا مجموعة من المعلومات نحاول أننا نجد حلول لمشاكل في مدننا من أجل جزائر جديدة إن شاء الله كان هدفي الالتحاق بالمدرسة هو السلام وظيفة في المجال التفتيش والنظافة والنقوة العمومية بوصاية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية عملت المدرسة على توفير كل الظروف الملائمة من أجل تمدرس الطلبة والمتكوينين توفير أماكن للرياضة وأماكن للترفيه توفير مكتبة تتوفر فيها جميع الكتب في عدة مجالات خاصة المجالين التقني والحضاري المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة صرح علمي يستقطيب ويكون أرمدة من الشباب المهتم بمجال هندسة المدينة وذلك لتجسيد استراتيجية الجزائر الجديدة والرفع من مردودية القطاع البيئي ترجمة نانسي قنقر